حكاية أخرى الحكاية بتاعة مارس الكولر وكهربا خلصت خلاص ما بقاش فيه أزمة بقاش فيه مشكلة كهربا شاركة مع لعبي النادي الآلي في ماران اليوم مارس الكولر دي مستو هعاقبك شوي وبعد كده خلاص التمية مهمة مع الفريق وتكمل مع الفريق والراجل اشتغل مع الفريق النهاردة بعد ما أقدم اعتذار للجهاز الفني بالكامل وأعدهم بالالتزام خلال الفترة القادمة ومحمد الشناوي ورامي ربيع وعمري السلية كانوا لعبوا دور مهم جدا فيه حل أزمة اللاعب مع مارس الكولر كالعادة يعني كبات الفرقة يعني بالمناسبة هو برا قيمة مباراة بكرة أمام طلاع الجيش بس غالبا هيبقى موجود فيه مباراة بيرامدز يوم الجمعة القادمة طيب ومباراة بيرامدز القادمة مارس الكولر قرر أن بيرس تاو هيعود أيضا لقائمة الفريق أمام بيرامدز يوم الجمعة بيرس تاو تعافى خلاص من الإصابة في العضلة الخلفهم هيبقى موجود في مباراة طرق الجيش بس هيبقى موجود فيه مباراة بيرامدز هو موكان موجود النهاردة في ماران الفريق الجماعي وكولر اتفق مع الجهاز الطبي على تأجيل الدفع به في المباراة بكرة لحد ما نوصل ليه مباراة بيرامدز يكون جاهز لها بشكل تام